عودة مجددا متابعينا ببرنامجكم صباحة مسك اليوم البرنامج استثنائي أكيد بدون زميننا بلال نتمنى له السلامة فقرتنا اليوم وموضوعنا جدا مهم وحساس ونتيجة الضغط اللي إيجانا بفقرة صوتك مسموع عن هذا الموضوع اللي هو موضوع وجود عدة أشخاص على نفس رقم التليفون أو نفس رقم الموبايل بصراحة وأصلا في مشكلة إضافية وهي مشكلة فتح خطوط الهاتف على معلوماتهم الشخصية اللي عم تصير مثل ما لنا دون العلم هذا الشيء أكيد عم يترتب عليه آثار سلبية كتيرة أحيانا بتصير يوقع الشخص بالمخاطر وبمشاكل قانونية كمان في مشاكل مثل ما بنعرف أنه نحن كلنا المواطن التركي عنده قدرة العادي أنه يحلها المشاكل بكل سهولة وبطرق القانونية لأنه هو مثل ما ذكرنا ابن البلد وبيعرف كل شيء موجود في عكس الأجنبية اللي غالبا عائق اللغة هو بيكون المانع وبنفس الوقت عدم إدراكه وجهله بالقوانين الموجودة بالبلد وكيف بيقدر يحمي حاله هالمشاكل اللي عم تصير مع الناس كلها رح نعرف بما يتعلق بالموضوع بشكل خاص مشكلة الخطوط رح يكون ضيفنا بالستوديو الأستاذ أنس حواصلي وهو مدير مبيعات شركة غربتنا والوكيل العربي الحصري لشركة تركتي لكم يا سعد صباحك أستاذ أنس أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يا أنس أستاذ أنس هذه المشكلة ما لحل صراحة حسب وصف كثير من الناس كيف ممكن يتم فتح خط على حساب أو على حسب معلوماته الشخصية للشخص يعني وبدون علمه طبعا هذا الشيء اللي عم يصير كارثي يعتبره هلأ هي النقطة بالبداية شوي في عنا نحنا بخير نقولك جالية أجنبية موجودة في تركيا سوء فهم لعملية بيع الخطوط كيف بتصير كيف تصل أو البروسيس تبعها كيف بتصير اليوم في عنا ثلاث شركات تركية اللي بتختص بموضوع الاتصالات في تركيا هايدي الشركات هي ما بتقوم بعملية البيع بشكل مباشر هي بتعتمد عن طريق وكلاء لإلها موجودين في الطرقات في كل الولايات اليوم كلياتنا شفناهم بشوارع محل كله تركتليكم محل كله تركسل محل كله فودافون كلياتنا بفهمنا أنه هدول هنين الشركة أو هدا محل طابع للشركة هنين كل هالنقاط هاي وكل هالمحلات هي عبارة عن وكلاء مستقلين خلينا نقول عن الشركة بيشتغلوا تحت اسمها زي مثل ما بقولوا وكيل أو أجانس أنا اليوم بشتغل باسمك هالمنتجات اللي بتقدمها الشركة أنا بأخذها بسعر الجملة ببيعها بسعر مفرق وصلى الله وبرك الفكرة هون هي أنه لما دخلنا نحنا كعرب على تركيا بسبب موضوع اللغة بدنا نحصل على خط أو أحيية خدمة من خدمات الاتصالات من الطبيعي أنه نتوجه لمحل اتصالات سوري أو عربي موجود بتركيا هذا المحل السوري أو العربي هو لا يستطيع أنه يكون وكيل بشكل مباشر للشركة نعم فبيتعامل مع وكيل تركي الوكيل التركي طريقة التعامل لبيناتهم عن طريق إرسال البيانات بتتمع عن طريق الواتس أب نعم فأنا اليوم دخلت على محل سوري بدي أشتري خط صورة الهوية بعتها عن طريق الواتس أب للباي التركي لهن الوكيلة نعم تمام بيقوم بعملية التفعيل فأنا هون صار في عندي ضغري بلشت الخطورة أنه أنا عندي شخصين واحد خلينا نقول عربي واحد تركي صورة هويتي صارت عندهم على الواتس أب نعم هاي طبعا إذا ما كانت الحالات أبعد من هيك وهذا الشي بلش يعني ينتشر فترة الأخيرة أنه صاروا الأتراك يجيبوا موزعين سوريين نعم تمام ليقوم هون بهاي العملية بالتوزيع والإشراف على محلات سورية فصاروا هالمحلات السورية كلها تبعت صور الهوية للموزع السوري الموزع السوري يبعت الصور للباي التركي نعم هاي المشكلة مثلا حاولت تركتليكم أنه تعالجها عن طريق أنه من ثلاث سنين لما عملنا المشروع العربي أنه يكون فيه شركة عربية هي تشرف على موضوع المحلات السورية تجهز لهم نظام الكتروني فيه أمان معلومات جميل تمام وندخل على السوق فيه طبعا هذا الموضوع مع الأسف ما حل المشكلة لأنه ظل فيه موضوع مثل ما بقوله عندنا ياهو سوق الأشق أو سوق السماسرة تماما أنه يكون فيه عنده شهادات اعتماد يكون فيه عنده سيستم فيه أمان معلومات يتم تحديد هالمسألة أكتر تماما ما يصير فيه تعامل أبدا عن طريق الواتس آب أو وسائل التصوير السوشال ميديا لا بيصير دائما ضمن سيستم فيه أمان معلومات هذا صاحب المحل هو بذاته بعد ما يدخل صورة الهوية دايريكت لي على السيستم بيقفل عنده صورة الهوية هو ما عاد يدر يشوفه جميل تمام لكن بيضل عندك الطرف التاني أنه فيه بعض نقاط أو محلات الاتصال التعاملوا مع الموزعين بشكل غير مباشر هذا الشي عبي يضل فيه تسريب البيانات طيب إذا بتي أسألك سؤال صريح مسؤولية هذا الشي اللي عم يقع بنحيز أنه أي شخص عم يتم فتح خط باسمه بدون علمه هل هذا الشي هاي الثغرية اللي عم تصيد على مين عم تقع هالمسؤولية؟ على شركات الاتصال الثلاثة أم على الموزعين؟ هلأ الفكرة اليوم بالآخير يعني نحنا مرأنا كتير بهيك بروسس بهيك شكاوي بهيك أصص واسمعنا سيار واسمعنا أصص تجارب ناسم اليوم الشخص مثلا لما بكون خط مفتح على اسمي دخلت على إيداولات لقيت رقم ما بعرفه سجل بإسبي فيه أشخاص بتوجهوا للكاراكون اللي بالمنطقة فيه أشخاص بتوجهوا فورا للعادلية طبعا نتوجه للكاراكون مع الأسف يعني خلينا نقول 70% ما بيستفيد التوجه للعادلية اليوم بالعادلية فيه ديلكشة خاصة جاهزة لهذا الموضوع لأنه هو الموضوع ماله جديد هو الموضوع مو بس نحنا كأجانب بنعاني منه حتى الأتراك من زمان بيعانوا منه يوميا لحد هلأ بيعانوا منه هون العادلية بتجبر شركة الاتصالات تلغي الخط حلو تمام تلغي الخط ما ملاحظة مثل ما بقوله أو بيكون فيه تأكيد أنه بعدم فتحه مرة أخرى يعني حتى الشخص اليوم حاصل على صورة هويتي وفعل هذا الخط نعم في حال راجع خدمة الزباين عن طريق الاتصال وقال لهم أنا بدي أرجع أفتح الخط ما بيفتحه إنه الخط عليه شبهة وهون بشكوة العادلية دخل بموضوع مثل ما بقوله طريق القانوني حلو إنه العادلية بتطلب من شركة الاتصالات إنه هذا الخط كيف ينفتح بيبعتولهم العقد العقد بيطابوا فيه توقيع مع الشخص المشتكي بعد ما بكونوا أخدوا منه أربعين توقيع بإيدو اليمين وإيدو اليسار هو وائف هو وائف مسألة معقدة معناها وممكن طويلة طويلة إنه بدأ يكون بالأخير طبعا هي بتاكلها حوالي يعني بين السبع شهور للسنة بس الفكرة إنه أنا اليوم أمنت حالي بنقطتين النقطة الأولى إنه الخط اللي تغوا معها دي دار يستخدمه النقطة التانية إنه عن طريق هاي الشكوى في حال كان في أي مشكلة قانونية للشخص يلي كان سارق هذا الخط على اسمي تمام فأنا مقدم شكوى إنه هذا الخط ما عندي خبر فيه فتبعاتها بالمستقبل إذا صار أي مشكلة أي مسائلة قانونية أنا في عندي شكوى بتاريخ الفلاني إنه أنا هذا الخط ما عندي أي معلومة عنه انفتح بدون علمي في سرقة بيانات صارت فأنا هون بقدر نوعا ما إخلي مسؤوليتي كمشترك تماما من أي مسائلة قانونية هلأ الدولة هون مين حتسائل الدولة هون طبعا هي بتسائل الشركة لكن المسائلة بتختص بالباي اللي فتح الخط بالوكيل اللي فتح الخط يعني هي بتوجه الكتاب للشركة نعم والمسائلة للشركة لكن الشركة هون بحسب القانون العقد اللي صاير بينه بين الوكيل إنه الوكيل هو بيتحمل كافة الأعباء القانونية والمادية في حال صار أي مشكلة مع الشركة بخصوص أحد المشتركين طيب خلينا الآن زلنا نفسر أكتر إذا هذا الوكيل ما كان هو يعني هو كان مجرد صورة عامة لكن في موزعين بالأصل إجا عن طريق هاي المعاملة كيف بقى بتصير هاي المسألة اليوم المحل السوري والموزع السوري ما بيتسائلوا قانونيا بهذا الموضوع نهائيا لأنه بالنهاية بالأسف بالنهاية اللي بيحمل المسؤولية قانونا حسب العقد اللي موقع بين هذا الوكيل وشركة الاتصالات هو الوكيل هو البوس الكبير تمام إنه اليوم شركة الاتصالات لما أعطتك الوكالة أنت مسؤول عن أمان البيانات أنت مسؤول عن لب لب لا كلياته قانونيا وماليا تمام فهي بتصير المسائلة لهذا الوكيل هلا هذا الوكيل كان عا بتعامل مع موزع فهو قانونا ما لازم يتعامل لأن الوكيل ما بحق له يبيع جملة كمان قانونية معناتها شيء غير قانوني أصلا هذا الأمر يعني إحدى الشغلات اللي بتصير مثلا نحن اليوم كشركة مثلا وكيل عربي بكل تركيا نحن الكنترالي بيننا وبين تركتليكم إنه نغزي نقاط بيع إما النقاط البيع التركية الكنترالي بيننا وبين تركتليكم أو تروكسل أو فودافون إنه تبيع المستخدمين يلي بيجي لعنده عن نقطة البيع معناتها موزع تماما فهو اليوم نحن أساسا أحيانا نقدم شكوات إنه هذا الوكيل موظف موزع سوري الموزع السوري عاب يدخل على نقاط بيع عاب يتعامل عن طريق الواتس أب عاب يتعامل عن طريق أو عاب يبيع جملة عاب يتبسحك هو قانونية ما بحق له يبيع جملة أساسا نعم نعم عرفتي كيف فهون النقطة إنه مشكلتين غض النظر شركة الاتصالات إنه عاب تغض نظر عن نقاط البيع يلي بتعرف إنه عاب تبيع جملة تمام والنقطة الثانية إنه نقطة البيع عفوا الموزع أو المحل الاتصالات السوري ما عاب تصير عليه مسائلة بشكل مباشر لأنه قانونيا وبالعقد المسائلة على الوكيل على الباية التركي نعم نعم طيب هلأ إذا مننا نحكي بنقطة كثير مهمة في كثير من الأشخاص قالوا إنه خطهم الشخصي اللي يفاتحينه من السنين وقف فجأة ورجع بعد فترة لقاء شغال وحده مطلع عنه بدل ضائع هون بهالمسألة شلون المتصرف هلأ هون في عنا النقطة كثير مهمة هو ليش عاب تصير هاي القصة اليوم بتركيا في كل حركة نحنا منتحرك في ضرائب شهرية حتى على موضوع خطوط الموبايل حتى لو ما كانت فاتورة أو إذا كانت فاتورة مثلا بسنة 2021 القرار إنه صارت كل شهر ضريبة الاتصالات اللاسلكية ثلاث ليرات ومية وخمسة قروش هاي كل شهر لازم تندفع بتحصلها شركة الاتصالات وبتقدمها للدولة نعم نعم كثير من المشتركين وفئة كثير كبيرة من العرب منهم بتناسوا هذا الموضوع وما عندهم هاي المعلومة هاي الضريبة اللي أحيانا بتجي كل سنة تماما هي بتجي كل شهر رسالة فيها تماما كل شهر بتجي رسالة إنه في عليك حتى في أشخاص كتير يعني بيروها بالتركي وطريقة الكتابة إنه ثلاثة فاصلة نعم صحير مية وخمسة تيلة ففكر إنه في عليك ضريبة 3105 ليرات هي ثلاث ليرات ومية وخمسة قروش على جميع شركات الاتصالات نعم هاي الضريبة في إلى وقت معين لتتحصل هي لازم تندفع كل شهر لكن أقصى حد ممكن تتجمع ستة شهور ها ها لما ستة شهور وتمضى وما بتندفع بيدخل هون بحالة إنه يصير حرق للخط ها حرق حرق للخط هلأ يعني مو تجميد الخط حرق حرق الغاء هلأ هدا الغاء بيمكن المشترك خلال سنة إنه يرجع يريد تفعيله برسوم معينة إلى آخرين نعم بشرط أكيد إنه يدفع الضرائب والغرامات اللي هلأ هو بس احترى ذاتا إعادة المبلغ إعادة تفعيل الخط هالرسوم هاي هي ذاتا كبيرة يعني مالة صغيرة أغلى من سعر الخط مثل ما بيقولوا نعم لأنه بتشمل كمان دفع الضرائب تمام تمام لدي الفكرة أنه اليوم لما يكون الأشخاص كثير مننا إحنا حتى من أيام سوريا نشتري خط موبايل ونحطه بالدرجة بالجيبة وخلاص نعم صحيح هون بتركيا لأ الخط الموبايل إذا ما صار عليه ترافيك إذا ما صار عليه تعبئة واتصال وفتح إنترنت ودفع الضرائب فبصير في عليه شبها للخط نعم فبتم إلغاؤه أو نقله لغير شركة مهم هاي مسألة يعني جديدة صراحة إحنا مالنا متعودين عليها هي الفكرة اللي نحنا ذاتها منعاني منها سواء بموضوع الموبايل سواء بموضوع الإنترنت المنزلي أنه العقود ما معلنا فكرة عنها اللي هي أحيانا نتجاوز السبع صفحات فعلا فعلا منوقع بدون ما نقرأ منوقع ومنمشي يعني خلاص أخدنا النات وأحيانا حتى تركيب الإنترنت من نبعث نشوف أعلان على الفيسبوك نبعث له رسالة الواتس أب في صورة الكملة كل عنوان ويلا للأسف وهي هي بتكون وسيلة أصلا ليأخذ الصورة ويفتح عليها لا هي وسائل أخذ الصورة هي أهم الشغلة من بيناتو عن فكرة موضوع الإنترنت المنزلي أنه كثير من الناس تركب الإنترنت عن طريق الواتس أب صحيح شوف أعلانات فيسبوك موزعين سوريين أو عرب تماما هنا غير رسميين نهائيا تمام النقطة الثانية مثلا الأشخاص اللي بيتوجهوا لمحلات سورية نعم ممكن يكونوا موبايل أو محلات سوبر ماركت أو كذا موضوع تثبيت النفوس موضوع أخذ موعد لإجازة العيد بسوريا هدول كلياتهم يعني بيكونوا مقدمين السوريين أو العرب صورة عن هويتهم للمحلة يحجز له موعد فهي الصورة بتنبع عليها بكرة بتنفتح عليها ساعة غاز ساعة كهرباء يعني لاي أكتر شغلة يحن نتبع عليها هي خطوط الموبايل بس ممكن إذا الواحد بيبحث بموضوع المي والغاز والكهرباء خطوط الإنترنت ممكن يلاقي شي بإسمه نفس الباب نفس الباب نفس الباب لكن الأسرع والأسهل هو خطوط الموبايل بس إذا بينك ممكن يلاقي شي تاني بإسمه نعم طيب هلأ نحن في نقطة تحديد خطوط تحديد عدد الخطوط للشخص نوضح قديش مسموح لكل شخص يفتح عدد خطوط قداش بيقدر يبطل خطوط يعني موضح هاي الفكرة للمشاهدين والمستمعين هلا طبعا المشترك الأجنبي على التحديد بيطلع له بكل شركة ثلاثة خطوط فقط يعني ثلاثة خطوط بيتروكتليكهم ثلاثة خطوط تروكسل ثلاثة خطوط فودافون أحيانا لبعض نشاكل بالسيستم ممكن تلاقي أشخاص عندهم أربع خطوط بنفس الشركة لكن عند تحديث بيانات هاي الشركة لكل المشتركين عند أول تحديث لاو أنه عنده أربع خطوط بيطلو خط لعلى التعيين هنم بيختاروه ممكن يكون هو أهم خط عندك يا بيطلوه يا أما بينقلوه لغير شركة بدون علمه للشركة بدون علمه لأنه هو بالأساس هلا بصراحة يعني رأيي الشخصي هو المشترك بالأخير ما له زنب هذا الموضوع المفروض أنا لما جدي أشتري الخط يتم تنبيه أنه أنه ما بيفتح الخط لكن كمان بنفس الوقت بحكم طبيعة عملنا مع الأسف أحيانا السيستم ما بيعطينا هذا الموضوع لا بيفتح الخط وبعد أربع خمسة أيام بيجينا اتصال أنه هذا الشخص صار عنده أربع خطوط فبنا نبطلو خط يعني عرفتي كيف يعني هلأ أخطاء تقنية موجودة تمام مع الأسف لكن بالأخير هذا القانون مثل ما بقوله طيب هلأسا بنحكي على موضوع قريب شوي ممكن يتعرض أي شخص منه في حال اكتشف أنه هو على خطه وعلى اسمه عدة خطوط ممكن يتعرض لموقف سلبي من الشركة بذات نفسها أو من موظف تركي موجود بأحداء الشركات وخلينا نخصص شركة ترك تليكوم على سبيل المثال هون شو لازم يتصرف موقف سلبي تعرض له الشخص وهو عم يقول أنه هدول مخطوطي عم يواجه وعم يشرح للموظفين عن هذا القبل شو لازم يتصرف بهذه المثالة؟ هلأ فيه هنا نقطة كتير مهمة بالأساس أنه اليوم الشخص حتى يقدر يتواصل مع الشركة ما عنده غير طريقة وحدة اللي هي الكول سنتر الكول سنتر سواء العربي مثلا بيتروكتليكم وحتى بتروكسل في عندهم يعني أخوة من العرب نعم دخلوا عرب تمام بغير لهجات وبغير يعني أنت ما أقوله من يمن وليبيا وكذا نعم فالفكرة هو طريقة التواصل الوحيدة مع الشركة هي الكول سنتر ما فيه يشوف أي موظف عرفتي كيف؟ لأنه مثل ما حكينا بالأخير أنه هو كل النقاط اللي بيشوفها بالطريقة ولا بالمولات هي تشتغل بإسم الشركة لكن هي مالها تابعة بشكل مباشر للشركة ولا ما بتمثلها مية بالمية نعم الفكرة حتى موظفين خدمة الزباين قد ما شرح لهم بالأخير بوجهول العادلية روح اشتكي عرفتي كيف؟ حاولنا نحل لك الموضوع لا لا هنم بالأخير زيتنا نطلع بيدعو حبيبي الخط بي اسمك بتحب نوقف لك يا نوقف لك يا هالحل لين هالحل لين يا التوقيف يا روح تشتري والتوقيف عن طريق خدمة الزباية يكون إيقاف مؤقت وليس نهائي طيب بعد الإيقاف المؤقت شو هيصير؟ بعد الإيقاف المؤقت ضل وقف الخط لبينما يرجع يتصل المشترك يقول إنه افتحوا لي الخط فممكن أي شخص معه الهوية وبيعرف إنه الرقم تم إيقافه يتصل بالكول سنتر ويعطيهم بيانات الهوية ويجاوب على أسئلة الأمام تمام؟ وإذا مر بأسئلة الأمام بشكل إيجابي يفتحوا له الخط بنا نعطلهم جميل تمام؟ فهي الحل الأفضل مباشرة إنه يتوجه للعادلية الشكوى يعني فيه أشخاص بتروح تسحب الخط تسحب تعمل يدك سيم وتسحب الخط طب ما هو ممكن يرجع يسحبه مرة تانية وتالتة نعم نفس الشيء لأنه بالأخير صورة الهوية موجودة فهو أفضل حل يكون فيه شكوى بالعادلية ونحن مشان نأكد إنه الشكوى هي مثل ما قالت مدتها بين سبع شهور للسنة وسطيا كحد أقصى وسطيا طيب هلأ نحن بصراحة نكون شفافين البعض عم يقول إنه شركة تركتليكم أو حتى أي شركة تانية ما عم تقيم اعتبار بشكل كتير كبير للزبون العربي وهذا الأمر هو اللي عم يبطئ عملية الاستجابة لهي الشكاوي إذا فينا نحكيه أو هالثغرات اللي عم تصير مقارنة بالتركية هون نحن كيف ناخد تبرير من حضرتك؟ هلأ للأمانة والصراحة اليوم لما أي شركة تتصالات اليوم يعني بنقول أو بالداتجية تهمت إنه أنت اليوم كشركة ما بتقيمي اعتبار للأجنب العربي ما كانت بالأساس عملت قسم عربي ولا خدمة زباين باللغة العربية بتألف من كادر مثلا بيتجاوز الثلاثين شخص بقسم الإنترنت وبتجاوز العشر أشخاص مثلا بقسم الموبايل اليوم قادرة هي مثل ما مثلا الشركات التانية أنه ما تعمل قسم عربي ولا تقدم هاي الخدمة ولا تعمل حتى تعرفه باللغة العربية الرسائل خدمة الشركة بتجي بالعربي الى آخره كذا يعني اليوم أكيد أكيد إنه نحن سوق عربي وأكيد اليوم شركة الاتصالات بهمة ترباح وتدخل بأي سوق لكن اليوم حتى تربح منها السوق العربي ولو هو كان بالأخير حجمه صغير يعني نحن متجاوز الستة مليون مع السياح العرب مقارنة بالتسعين مليون تركي تماما تمام لكن بالأخير مدام اهتمت بهدول الستة مليون فهي أكيد أي معتبار لتخدمون صح هلأ النقطة بالآخير اللي بنا نفهمها أنه نحن عبت صير التخديم بإدارة تركية والموظفين عرب هلأ الموظفين العرب والإدارة التركية اليوم بالأخير الإدارة التركية أكيد ما حت تفهم مية بالمية طريقة تفكير الشعب العربي ومع الأسف يعني نحن كمان بالمقابل خلينا نقولك وجهة نظر تانية بغض المقابلة للمشترك مع الأسف كمان منشوف حالات المشتركين يعني سيئة نعم نعم يعني بعض الأجوبة بعض الأسلوب بعض طرقات التعامل يعني مثلا إحنا بتذكر بسوريا ما كنا نسترجع الكول سنتر نعلي صوتنا يعني لأسباب أمنية نعم هون يعني مع الأسف أحيان بيكون كمان في تجاوزات من المشترك هلأ إذا وأكيد في حالة أكيد في حالة معينة موجودة لكن اليوم هاي الحالة أنا لما بدك تعصب علي لما بدك تحاكيني بأسلوب قاسي بزيد تعقيد الأمر أنا محاقدر يعني حتشوشني محاقدر إخدمك أنا بالأخير موجود كموظف بقسم العملاء مثلا أو بقسم المبيعات أنا مهمتي إني إخدمك لقي لك حل لكن لو دك تفوت علي بالمشكلة بالمسبات والأصريح والكذا فأنا هون شوي لح تشردني عن طريق تركيزي أن يحلل لك الموضوع خصوصا بالنهاية للأسف يعني مثلا إحنا كتير منعاني منا كشركة غربتنا إنه بفترة الأربع سنين مشروع عربي خدمة عربية لبلبلة كلياتة أقسام عربية نقاط بيع عربية رسمية بتلاقي المشترك راح أخد المنتج من قسم تركي ولما تصارت معه مشكلة تفضلوا اللي جاء لكون طيب وانت حلولي يعني يعني أنت بالأساس لما رحت عن قسم تركي دخلك بياناتك غلط بسبب جهله باللغة دخل الجنسية غلط يعني مثلا كتير نقاط بيع تركية بنسبة له أي مشترك عبي يجي بيحكي عربي هو سوري فبتلاقي إنه المشترك عبول أنا مصري وبس بوري مصري وإقامتي مصرية ومسجل عندهم بالشركة البيانات سوري جيت بدي عامل نقطة فقالوا لي أنه الخطمة يعني فيه مشكلة بالبيانات أنت وصائقك أنك مصري وعننا البيانات أنه أنت سوري بصراحة هذا اللي كنت جاي أسألك يا أستاذ مجد لا أستاذ نص صراحة هو ما يتعلق بالشكاوي اللي ممكن عم تجيكم يعني كشركة غربتنا وحتى كمندوب طبيعة هالشكاوي عم تقدروا تلع أولى حلول فعالة عم يكون مثلا خاصة طبيعة الشكاوي ما يتعلق بتعداد عدد الخطوط دون علم صاحب الخط كيف عملتها لحل؟ الفكرة هي مثلا الشي اللي عملناه آخر شي يعني بالفترة لثلاثة شهور أربعة شهور الماضية تماما هذا الشيء أنه اليوم دائما بيه مع الأسف شركات الاتصالات قسم خدمة العملاء منفصل تماما عن قسم المبيعات وحتى حين ما بيقولوا بيزرعوا عدوات بيناتهم كمان عرفتي كيف نحن كقسم عربي يعني وبيهمنا أنه نخدم وبسبب هاي المشاكل صار تعاون بيننا وبين قسم خدمة العملاء العربي بقلب ترك تليكم حلو أنه وصلنا عملنا نحن كول سنتر بقلب شركة غربتنا لما المشترك بيوصل لخدمة العملاء العربية بيترك تليكم عنده مشكلة كبيرة وهي المشكلة بتضطر أنه يكون فيه ورقيات يضطل فيه قسم مبيعات بالقصة فصار من حقية قسم العملاء بيترك تليكم العربي أنه يحول الاتصال لغربتنا بشكل مباشر حلو تمام فهون نحن عملنا قسم كمان كول سنتر عربي بقلب غربتنا جهزنا نقاط بيعنا كليات لأتقدم الخدمات يعني اليوم مثلا فيه أشخاص كانت تصل أنه أنا اليوم مع بعرف وين خطي يعني بروع عند تروكسل بيلولي خطك ترك تلكم بروع عند ترك تلكم بيلولي الخط عند تروكسل وأنتوا بقى بهالحالة بتساعدين؟ فنحن بهالحالة عم ندخل بالموضوع عم نصير نتساعد بهذا الموضوع لا نبحث له الخط وين أحيانا عن طريق علاقاتنا مع أصدقاء مثلا بشركة تروكسل جميل يعني بس شف لي هذا الرقم مع هذا البيانات وهذا الرقم التي جي يعني هو عندكم موجود عنا لكن يعرف أنه نحن صار لازم نعمل له إعادة تفعيل جميل مو عملية نقل أو طالع سيمة ضائعة فعم نحاول قدر الإمكان أنه نوصل لآخر لحظة من التخديم للمشترك حلو حلو ما شاء الله كلمة ختامية حابب توجهها لكل حدا عنده كبلك وعنده خطوط موجودة بعدد شركات مو بس بشركة ترك تلكم شو بتنصحه؟ يعني النصيحة هي قسمين بالأول والأخير لما يكون عندها خط مسجل بإسمك يعني لا تفكر أنه تكون تستهين بهذا الموضوع يعني كثير أشخاص وصلت للمحاكم كثير أشخاص ترحلت كثير أشخاص حاليا أنه موجودين بالسجون بسبب موضوع الخط الموبايل نعم نعم فتوجه للعادلية بشكل مباشر وقدم دلكشة لإغلاق هذا الخط وأنه هذا الخط مفتح بطريقة بدون علمك النقطة الثانية لأي شخص عاب يفكر أنه يشتري خط موبايل مجرد ما دخل لأي محل اتصالات شاف أنه بده يصور للكملك عن طريق الموبايل اللي يبعتها واتس أب يضرب فرام يوقف جميل هاي أهم نصيحة يبعد عن موضوع أنه اليوم إذا ما كان يروح بالوجه هلا وجه تماما إذا أنا اليوم ما نقطة البيع حتى بقلب نقطة البيع لما نصور الهوية ويتشوفه نبعتها واتس أب ما عنده سيستم لا عربي ولا سيستم تركي ما تأخذ هذا الخط لأنه أنت هون لح تدخل بريسك أنه الكملك يعني ما تسربت من السوري تسرب من التركي نعم نعم وخلينا نقول شوي بشكل واضح أكتر اليوم قوة قلب أنه التركي يسرب بياناتي أكتر من قوة قلب السوري لأنه اليوم التركي بيقول لك أنا بالأخير يعني فوت عادلية قدام يعني ومواجهة أجنبي أصلا متمكن بس الناس سوريين وممكن يكون محله أساسا ماله مرخص نعم فبيخاف ما بحيدخل بهذا الرزق لكن محل التركي ممكن يدخل بهذا الرزق بقلب أقوى من المحل السوري لأنه بحكم على علاقاته تماما تماما نحن بالنهاية بنا نشكرك أستاذ أنس حواصلي على كل هالمعلومات صراحة عن جد طوات إيحات رائعة شكرا جزيلا إليك الأستاذ أنس حواصلي مدير مبيعات شركة غربتنا والوكيل العربي الحصري لشركة تورك تيليكوم شكرا جزيلا إليك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك